أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون أم كنتم أيها اليهود شهداء وحاضرون إذ حضر يعقوب عليه السلام مقدمات الموت كلا لم يكن لليهود وجود في عهد يعقوب عليه السلام ولم يدع سيدنا يعقوب عليه السلام طوال حياة بنيه دون وصية فوصاهم مرارا وتكرارا وقال لهم إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولكن يعقوب عليه السلام لما دخل مصر ووجدهم يعبدون الأوثان والنيران خاف على بنيه من ذلك ولجميع الأنبياء كرامة فلا تقبض أرواحهم حتى يستأذن ملك الموت فلما حضر ملك الموت قال له أمهلني حتى أوصي بنيه الوصية الأخيرة وبدلا من تكرار نفس الوصية إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون اختبرهم وسألهم ما تعبدون من بعدي فأجابوه بإيمان وصدق ويخين نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون فاطمأن فؤاده وقرت عينه